الجميع قدموا العزاء بضحايا الطائرة الروسية قبل أن تبرز مواقف غربية بدت مستفيدة من إسقاط الطائرة دعمت واشنطن وحلفاؤها دور المبعوث استفان ديمستورا القيادي في تشكيل لجنة سياغة الدستور السوري وعبروا عن المخاوف الإسرائيلية من تحرير سوريا لأراضيها لن يحل الاستقرار في سوريا ما بقيت القوات الإيرانية وتوابعها فيها هذه القوات على عتبة إسرائيل وهذا غير مقبول الدول الغربية رفضت أي هجوم على إدلب بحجة تعريض المدنيين للخطر وأكدت دعمها لطروحات ديمستورا ودوره القيادي في اختيار أعضاء لجنة سياغة الدستور موقف استدعى تحذير روسيا واستهجانها أود القول لإستفان إن استخدام المجلس لممارسة ضغوط على الدول الضامنة لاتفاق سوتشي غير مفيد فهم يبذلون جهودا تفوق كل ما يفعله الممثلون في هذه القاعة المهم أن تسهل لا أن تقود العملية أما مندوب سوريا فقد شدد على أن الحل في سوريا سيمضي قدما وطلب محاسبة إسرائيل على اعتداءاتها المتكررة لاحظت بأسى وحزن شديدين لكن بدون استغراب غياب ذكر عاملين اثنين في إحاطتي السيدين المبعوث الخاص ومنسق الإغاثة الإنسانية كلاهما قدما إحاطة حول سوريا من الجانبين الإنساني والسياسي لكن كلاهما لم يتطرقا إلى الدور التخريبي الإسرائيلي في المشهد السوري وكلاهما لم يتطرقا للأرهاب الذي ينشط في بلادي وإذا كانت المجموعة الغربية جددت رفض إعادة الإعمار وعودة النازحين السوريين إلا وفق شروطها فإن أصدقاء سوريا جددوا الدعم الكامل لسوريا واستنكروا الحصار الاقتصادي الغربي عليها الهوة بقيت واسعة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن العملية السياسية في سوريا وسط استعجالا غربي لتحقيق حل سياسي يأتي منافيا لهزيمة الإرهاب في سوريا